موسيقى 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 اردت شابًا يهدوها أحفظ موسيقى 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 كتابة وجه رسالة للشرطة القضائية من أجل فحص الطفلة تبين على أنها في علامة عرضات لمحاولة اغتصاب يعني أثار ديال الممارسة الجنسية ظهر عليها في شاهدة طيبية أمرت دابطة القضائية يعني أمر سيد الوكيل العام بالاعتقال ديال المتهم فإذا به تنكتشف أنه مجرد عاشق ما شيخ طيب ولا زوج ولا تشي حاجة تتعودنا البنت أن كيفاش كانت تتمارس الممارسة الجنسية لأم مع الخليل ديالها قدم البنت ديالها اللي هي تتسمع قع كل شي شيخ ويش يندى لهم الجابين أن أم أم تتعيش ديك الحياة تحدى البنت ديالها وإحنا تنقلوا بنية يعني كيفاش منين أم ما تحميش بنتها وتمارس الممارسات الجنسية ديالها ولا تدخل خليل ديالها للدار إذا كانت نوم هاد الأم القدوة هذي قدوة أنها هي الخليل شركها هي وبنتها وتنستمح على هاد العبارة لمشاهدين ومتتبعين الكرام حينما تنطلبوا بتاشي حاجة أول حاجة تنطالبوا المحسينين الله يجزيهم بأخير ليفتطعتوا بالقليل ولا بالكتير باش مقسم الله أول حاجة يعاونوا هاد الأبهد ستشهور ديال الكرام جموعة فيه والضلمة الكرام بسبعمية درهم كذلك أنكم كيف ما شفتوا ما عندو حتى حاجة في الدار ديالو تاني حاجة أولا أن كرامته ترجع له بغينا غي شوية كرامته مسكين تطلع كرامته بزاف بزاف هذه الزوجة اللي جابها من البادية ودخلها الفاس رجعت هي مغولة عليه كيف ما تنقول وحنا ما تنقل شي حويش صعيب باش نشرحوها بزاف لأن الهضراء بزاف طويلة بزاف من المعاناة اللي عانى هاد سيد هذا وكذلك تم طالبوا بإنصاف الطفلة من محكامة اللي دبا الحمد لله في ديها في ديها زمام الأمور في ديها الأمر ديال الطفلة اللي نتحولات البارحة من الاعتقال ديالو والسيجن الاحتياطي بوركايز وتحول جلسة مباشرة لأنه واعترف المنسب إلي واعترف أنه كانت يمارس الجنس على الطفلة كانت قلهم على أنه كانت يتحشش وكانت يمارس الجنس إليها الجلسة إن شاء الله نهار 23 في الشهر عندنا جلسة مباشرة بإذن الله لأنه واعترف الميل في جاهز إن شاء الله باش تاخد الحقي الحقي بنتها وكذلك يوم الاثنين إن شاء الله هدينا رفعو دعودي الإسقاط الحضانة على الأم لأنه غير أهل أهل الحضانة ما يمكن شيء أن أم تدير هذا شيء كامل وتبقى البنت عندها لأنه ما عليش نأمنوا لها نهائيا وإنصاف هذا الأب هذا المكلوم لأنه من نهار اللي بدينا معه الميلف دياله لأنه ما كانش في خباره ورح نليجي نخبرناه لأنه البنية دياله مغتاصبة نهار اللي بدينا معه الميلف هو مكلوم وهو تيبكي حتى مسكين مرض بوسف فير حتى معاناة كثيرة 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 تعانيها رسالتي من هاد الموقع المشكور اللي واقف دائما مع الضعفاء وناصر ولو حتى بتسليط الضوء على مثل هاد الحالات هادو إعلاميا تقول الله تقول الله في الأطفال كيفاش تتجيل فكرة ديال بيدوفيل أنه يشد جسد ديال طفلة صغيرة ولا طفل صغير ويهتك العرض دياله ولا يغتاسب ولا يمارس عليه الممارسات الشدة كيفاش تتجيه هذه الفكرة تقول الله في الأطفال تقول الله في الأطفال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة